وارتكبت خطأ في شهر رمضان وأنا أحب الآن أسوي الأمور هذا خطأ ارتكبت في حياتي وما أعرف لي نفسه في يوم من أيام رمضان أنا كنت عروس جمعت زوجتين أريد التفسير بعض الأحيان الناس يقول لك ممكن إطعام سكين مسكين فريد لما وقع منك ذلك كنت مستقرا في بيتك أم كنت مسافرا مع عروسك لا كنت مستقرا في بيتك طيب وقع منك الجماع الصريح الذي يقع بين الرجل والمرأة الذي يكون منه الحمل نعم نعم زوجتي يا أخي أنا أعلم أنها زوجتك لكن بعض الناس حيانا ربما يقول يظن أنه جامع وهو لم يفعل ذلك إنما فعل ما هو أدنى منه فأنا مضطر أن أسألك هذا السؤال الصريح حتى أفتيك بناء علي والله ما أفهمتك يا شيخ طيب اخفل صوت التلفزيون حتى تفهمني هذا هو منخفض يعني طيب أقفل الصوت كله خلاص مقفولة طيب الذي وقع بينك وبينها هل هو ما يقع بين الرجل والمرأة عادة نعم 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 يعني عادية بكامل صفته يعني يعني عادية طيب وانت تلك الأيام يعني كان فيه يعني كان فيه يعني بعض الندم طيب هل كنت تلك الأيام مصليان وكذا أو كنت تاركا للصلاة والله يعني يعني أكون معك صريح يعني كنت يعني في بداية لكن الآن الحمد لله أحاول للشازن يعني اي انا ما أنا معك لكن كنت جديد اي اجبني هل تلك الأيام كنت تاركا للصلاة ومعرضا عن الدين لا 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 كنت كنت مصليا كنت مصليا كنت مصليا يعني يعني هي يعني هذه سورة الحياة عندما الإنسان يكون يكون في الغربة يحيي يعني بزوجة من بلده يعني هذه يعني مسألة صدك 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 لا لا أنا بالعكس أنا أنا أسألك فقط لأجل أنا أحاول أن أبحث لك عن مخرج لألا أفتيك بصيام الشهرين فلما أسألك أن كنت مصليا لا يعني أني أتهمك بالضلال لكن لو قلت لي أنك كنت تاركا للصلاة هناك بعض العلم يعني عند الحنابلة من رواية من يفتي بأن تارك الصلاة كافر وبالتالي يقالوا إنك فعلت هذا تلك الأيام لما لم تكن مسلما فلما صليت أصبحت مسلما فأنا أسألك هذا السؤال فقط لأجل أن أبحث لك عن مخرج حتى لا ألزمك بصيام الشهرين هذا قصدي فمدام أنك كنت مصليا ومقيما وعالما بحرمة هذا الفعل في نهاية رمضان فالذي يظهر أنه يلزمك صيام الشهرين المتتابعين فإذا أقبل عليك بإذن الله تعالى يعني إذا جاء الشتاء بعد شهرين ثلاثة صمها فإن الوقت يكون قصيرا وأيضا هي ستمضي سريعا إن شاء الله